اشهر عبارة عربية ترددت في العقد الأخير من هذا القرن هي بلا شك عبارة الشعب يريد اسقاط النظام رددتها ملايين الحناجر العربية في أنحاء الوطن العربي لكن على الأرجح فإن أغلبية هذه الملايين لم تكن تعي تماما مختلف معاني كلمة النظام وقد لاحظت في الفترة الماضية أن غياب الفهم الدقيق لهذه الكلمة كان أحد أسباب سوء الفهم لما قامت به المملكة السعودية في اليمن وسوء فهم لأسباب عجز الشرعية عن القيام بواجبها في إنقاذ البلد من بين مخالب الضباع المحلية والدولية الأمر كله متعلق بفهم كلمة النظام لذلك رأيت من المناسب أن نتوقف في هذه الحلقة لشرح هذه الكلمة وتحليلها شرحا مبسطا بما يحقق فهم عامة المشاهدين فكونوا معنا عامة اليمنيين كانوا طوال السنوات الخمس الماضية يتساءلون لماذا لم تستطع الشرعية تحقيق النصر أو تحقيق النصر المؤذر على جماعة الانقلاب الحوثية مع أن أنصار الشرعية أكثر من أنصار الحوثي ومع أن الثروات المادية والبشرية المتاحة أمام الشرعية أكبر منها لدى الحوثي ومع أن فرص نجاح الشرعية أو فرص نجاح الشرعية أكثر من فرص نجاح الحوثي ومع أن الشرعية هي الجهة المعترف بها دوليا هذا شيء مهم وعنصر قوة مهم طيب هل سر قوة الحوثي كامل في قوة موقفه الأخلاقي مثلا؟ وضعف الموقف الأخلاقي للشرعية والتحالف كما يروج الحوثي نفسه عند أتباعه الحوثي يقول لأتباعه ولعامة الناس في اليمن وخارجها إن بكاءه صامدا حتى الآن هو دليل على صحة موقفه ودليل على تأييد الله له وهذا المنطق والخطاب يوقع بسطاء الناس في فتنة حقيقية لا تعيرها النخبة اهتماما النخبة الإيمانية لا تهتم بمثل هذه التفاصيل وإحنا معركتنا مع خصوم اليمن في الداخل والخارج ليست معركة سلح فقط بل معركة معرفة أيضا معركة على الوعي هناك جيوش أخرى تقف وراء وسائل الإعلام والتعبئة والتضليل هدفها الأساس كسب تأييد الناس إلى موقفها السياسي والمعركة في هذه الجبهة الضرورية ضرورا لا تقل أهمية عن معركة السلاح بل لعلها أخطر من معركة السلاح لأسباب لا مجال لذكرها وبيانها هنا أتركها لذكاء المشاهد بالعودة إلى الموضوع لو سألنا عامة الناس عن عوامل بقاء الحوثي صامت حتى الآن حيكلمونا عن ثلاثة عوامل العامل الأول صدق حلفاء الحوثي في مقابل خبث حلفاء الشرعية حلفاء الحوثي صادقين في الوقوف معه حلفاء الشرعية ليسوا جادين في الوقوف مع الشرعية بل العكس يطعنونها من الخلف ويحاربونها إيران وحزب الله ودول غربية من تحت الطاولة هؤلاء حلفاء جادون وصادقون في خدمة الحوثي هناك دول مثل بريطانيا مثلا تخدم الحوثي من تحت الطاولة على عكس حلفاء الشرعية الذين يمكرون بها جهارا نهارا هذا العامل الأول العامل الثاني هو تجانس المكون الإمامي عقديا وأخلاقيا وعرقيا عرقيا بالنسبة لقياداتها يعني في مقابل عدم التجانس والانسجام بين مكونات الشرعية جماعة الحوثي التي تمسك بزمام الأمور في صنعها ذات لون واحد لون عقائدي واحد وعقيدة واحدة قيادة واحدة هدف واحد وغاية واحدة عنصر هذا كلها عناصر قوة في صالحها في حين أن كيانة الشرعية عكس ذلك تماما كيانة الشرعية عبارة عن شركة متشاكسون مختلفون فيما بينهم اختلفا كبيرا وبينهم من العداوات والمكايدات والمؤامرات ما يكفي لإصابة الشرعية بالكساح وشلل الأطفال لكن هذا لا يعني كطعا أن الموقف الأخلاقي للحوثي أصح أو أقوى من الموقف الأخلاقي للشرعية كما سنبرهن بعد شوية طبعا أنا هنا لا أدافع عن الشرعية التي في الرياض أنا أتحدث عن الشرعية الرمزية التي يكف خلفها شرفاء اليمن والأكثرية اليمنية التواقل للحياة الكريمة هذا عامل ثاني العامل الثالث لبقاء الحوثي حتى اليوم صامدا هو قوة تنظيم الحركة الإمامية في مقابل ضعف تنظيم ونظام كيان الشرعية وكلمة التنظيم هي إحدى مشتقات كلمة نظام التي هي موضوع حلقتنا الآن فكيف يكون التنظيم قوة وكيف عملت السعودية على حرمان الشرعية من هذا العنصر المهم لكي تبقيها ضعيفة عاجزة وطيعة لخدمتها هذا ما سنتناوله حتى لأن أعقد المسألة على طريقة الفلاسفة والأكاديميين في التعريف بمصطلح النظام سأكتفي بمثال واحد يشرح المسألة بوضوح هو مثال اللغة اللغة التي يتحدث بها الإنسان يعني لو سألت نفسك ما هي اللغة أول ما سيخطر في بالك هي الأصوات الأصوات والرموز الرموز هذه المكتوبة ستقول لنفسك اللغة عبارة عن أصوات ورموز أصوات ينطقها الإنسان ورموز مكتوبة أو غير مكتوبة لكن العلماء في العصر الحديث سيقولون لك هذه إجابة خاطئة اللغة ليست مجرد أصوات ورموز اللغة نظام نظام من الرموز نظام رمزي مثلما أن البيت ليس مجرد الإسمنت والحديد والماء لو وضعت أكياس الإسمنت في جوار أسياخ الحديد والماء هل سيكون لديك بيت؟ بالطبع لا البيت ما هو البيت في حقيقة نظام هندسي غرفة هنا وصالة هنا وبينهم ممر وفيتن نظام يربط بين أجزاء البيت نظام هندسي يتشكل عبر الإسمنت والحديد وغيرها من المواد لكن الحديد والإسمنت ما هو شالبيت وكذلك اللغة اللغة مكونا من مجموعة أنظمة تعمل بالتعاون مع بعضها هناك نظام صوتي هناك النظام الصرفي النظام الصرفي الذي يركب الأصوات والرموز مع بعضها علشان يشكلوا كلمات الكلمة الواحدة من عدد من الحروف هذه الحروف من اللي يركبها؟ النظام الصرفي علشان يكون لها معنى الكلمة في نظام يركبها النظام الصرفي وهناك النظام النحوي الذي يركب الكلمات نفسها بجانب بعضها ويشكل منها جمل مفيدة والنظام الصوتي كما قلت قبل ذلك لكن ما هو النظام في اللغة؟ نحن نمخد علشان نتكلم عن النظام السياسي أو النظام داخل الأنظمة السياسية خلونا نضرب هذا المثال هذا الذي في يدي اسمه قلم كلمة قلم مكونا من ثلاثة أصوات ثلاثة أصوات قاف لام ميم قلم طيب هل هذه الأصوات وحدها تعطينا معنى واضح؟ يعني لو جمعنا القاف مع اللام مع الميم فقط تعطينا معنى واضح؟ بالتأكيد لا يعني لو أعدنا تركيب الأصوات هذه أو الحروف ووضعنا اللام في البداية نقول مثلا والميم في الثاني والقاف في الأخير لو نطقناها لمك هل بنحصل على كلمة مفيدة لها معنى؟ بالتأكيد لا مع أنها نفس الحروف إذن ما الذي اختلف مع أنها نفس الحروف؟ الذي اختلف هو النظام الفرق بين كلمة قلم ولمك وملك هو النظام يعني الصرف علم الصرف النظام الصرفي جعل الترتيب هذا له معنى والترتيب الثاني مالوش معنى نظام ترتيب كاف لام ميم جعل له معنى لو قلنا لام كاف ميم غيرنا بس كده أصبح من غير معنى هذا معنى النظام يعني العلاقات التي تنتج المعنى واختلاف النظام يؤدي إلى اختلاف المعنى أو انعدام المعنى في بعض الأحيان لما يكون الكلمة مثل اللامك ما لهاش معنى أقصد بالنظام الترتيب بين الأصوات الترتيب الذي اتفق عليه الناس بين الأصوات لكي يعطي معنى للكلمة الناس اتفقوا على أن الترتيب بين الحروف هذه بهذا الشكل يعطي معنى بغير هذا الشكل لا يعطي معنى هذا هو النظام ونفس الكلام في الجملة الجملة اللغوية مركباً من كلمات بجانب بعضها كلمة جنب كلمة إلى آخر شكل جملة لكن هل الجملة هي مجموع مجرد الكلمات لو حطنا الكلمات تباطن هكذا ممكن تعطي معنى؟ لا الجملة أيضاً هي نظام من الكلمات لو قلت مثلاً وضعت هذا القلم على الطاولة الزجاجية الكلام هذه العبارة مفهومة لكن لو أخذت نفس الكلمات ورتبتها بطريقة ثانية بجانب بعضها بنظام مختلف مثلاً تقول الزجاجية، الكلام، الطاولة هذا على وضعته نفس الكلمات السابقة لكن هل لها معنى هذه الجملة؟ أبداً بدون النظام المتفق عليه أصبحت كلمات بلا معنى وهنا نأتي إلى الخلاصة التي نريد الحكومة عبارة عن كلمات أو مجموعة أجهزة تقوم على نظام معين مثل الكلمة في الجملة إذا أحدثت خللاً في النظام يتعطى العمل الحكومة أو يضعف حتى لو رجال الحكومة هذولا كلهم أنبياء لأنك أفقدتهم النظام يصبح معك عناصر فقط كلمات لكن كلمات مركبة غلط رئيس جمهورية موجود يكون معك وزراء ورئيس جمهورية وسفراء ومسؤولين وأعضاء مجلس نواب وعساكر وفلوس واعتراف دولي وغيرها من عناصر الدولة لكن هذا كل بلا نظام يربط بعض ببعضاً ويراكب بعض ببعضاً ويوصل الأوامر من أعلى الهرم إلى أسفل ويحاسب ويعاكب يسير ويراكب ويعاكب الكلمة الحكومة بدون هذا هي مجرد ركام من العناصر وهذا هو حال الشرعية اليمنية إلى حد ما ركام من الوظائف والأشخاص لكن بلا نظام أو بنظام ضعيف جداً لو أمر رئيس الجمهورية يمكن أمر ما يوصلش لأنه بلا قوة لا يمتلك زمام القوة لتنفيذ أوامره ولا يمتلك يعني إقليم جغرافي ينطلق منه ويقدر يحاسب ويعاقب وكمان ما يقدرش يحدد أعوانه بيفرضوا عليه مكونات وأسماء وأشخاص تجعله هذا إذا أحصلنا الظن برئيس الجمهورية طبعاً بنتكلم شكل عام يعني تجعله عاجز عن القيام بمهامها ويجعل الحكومة عاجزة عن القيام بمهامها حكومة عاجزة تماماً أنه مصروفة من يد الجيران ويعني ليس لها سلطة حقيقية على الجيش هي سلطة أخلاقية لو أراد الجيش أن يتمرد لا تمرد ما ينقص الشرعية اليمنية وما يجعلها عاجزة عن تأدية مهامها التاريخية هو انعدام النظام الذي يجمع شتاتها ويوظف طاقاتها بشكل سليم من شباب وغيره وانعدام النظام في كيان الدولة بطبيعة الحال يشجع الصالحين يشجع الجميع حتى الصالحين على الفساد فما بالك بالفاسدين قالوا في المثل السور الواطي يشجع على السرقة الآن سور الشرعية واطي أي واحد ممكن يكفز يدخل ينهب وهذا يفتح ثغرات خطيراً للعدو وهذا ما أردته السعودية وعملت عليه منذ بداية الحرب السعودية عطلت نظام الشرعية لكي يكون مجرد أداة في يدها غير قادر على فعل شيء خارج أجندتها وهذه جريمة يتحمل مسؤوليتها مش السعودية وحدها حتى اليمنيين أنفسهم جميع اليمنيين سواء الذين شاركوا في فساد الشرعية من داخلها أو الذين خذلوها من البداية والذين اضطروها للارتهان في حضن العدو التاريخي لليمن من الذي اضطر اليمنيين يلجأوا للسعودية من الذي هجر اليمنيين وخلهم يلجأوا لأعداء أعدائها العدو الخطير داخل اليمن السعودية مثل عدو ألقى في بيتك ثعباناً وقال لك يا الله تعالى ما فيش معك غير حل واحد انك تلجأ لي أخرج لك الثعبان هذا فأنت مش عارف ما تسوي هل تنتبه تكاتل الثعبان اللي داخل ولا تكاتل العدو اللي خارج وطبعاً من المش الصعب عليك في الظل الظروف مثل الظروف الشرعية اليمنية إذا صحت نواياها من الصعب أن تواجه الجميع إذن بقاء الحوثي حتى الآن ليس بفضل موقفه الأخلاقي أو العناية الإلهية كما يروج للقطيع الشعبوي عنده لو كان النصر مشروط بصحة الموقف الأخلاقي لن تصر علي بن أبي طالب على معاوية أنا الآن أخاطب المغرر بهم من أتباع المشروع الإمامي تحديداً أخاطبهم من خلال أدبياتهم التي يعرفونها وأطرحوا عليهم هذا السؤال لماذا لم ينتصر علي بن أبي طالب في صفين على معاوية مع أن موقفها الأخلاقي أفضل من موقف معاوية ومع أنه صاحب الشرعية السياسية الموقف الأخلاقي يعني كضية النفسها كضية مشروعة لماذا لم تكف عناية الله مع علي بن أبي طالب كما وقفت مع عبد الملك الحوثي وحسن نصر الله كما تزعمون الجواب واضح كان جيش معاوية متجانساً هذه أول عنصر قوة كان متجانس وكان له كيادة واحدة وهدف واحد في حين كان جيش علي بن أبي طالب خلط غير متجانس من الأحزاب مثل الشرعية عندنا كان فيه الخوارج الذين خرجوا عليه وكفروه فيما بعد كفروا علي بن أبي طالب نفسه وكان في جيشه أيضاً الثوار الذين ثاروا على عثمان بن عفان وقتلوا وكانوا مطلوبين لمعاوية وكان فيه أيضاً الكارهون لمعاوية فقط من غير محبة لعلي بن أبي طالب ولهذا انهزم علي بن أبي طالب في المحصلة النهائية للحرب وكسب معاوية محصلة النهائية النصر والهزيمة ليست منح وهدايا إلهية يمنحها للصالحين من عباده لا النصر أو الهزيمة هي نتائج لمكدمات سببية من يأخذ بأسباب النصر ينتصر ومن يكسر فيها يفشل حتى لو كان صعب حق وقد يكون معذور إذا فشل في بعض الحالات يعني علي بن أبي طالب كان معذور في فشل أمام معاوية لأنه ما عندهش خير هذولا هذا هو جيشة وهذولا هم أصحابه واتباعة والحسين بن علي كان معذور في فشل أمام يزيد ثوار الربيع العربي كانوا معذورين أيضا في فشلهم أمام الحوثي والإنقلابين من أمثاله لأن هؤلاء جميعا فعلوا ما رأوه واجبا لحظة لم يكن بإمكانهم أن يصمتوا عن الظلم والفساد ولم يكن بإمكانهم أن يضمنوا النصر لقد فعلوا ما رأوه واجبا أخلاكيا ووطنيا وحسب أما النتائج فحسب المقادير لو كان لدى أتباع الحوثي ذرة عكل لعرفوا أنهم أتباع معاوية في هذه المعركة التي نحن فيها لا أتباع علي حجم التشابه بين الطرفين بين مشروع الحوثي ومشروع معاوية تشابه عجيب يعني معاوية بن أبي سفيان جاء من الحدود الشمالية للدولة الإسلامية جاء بمليشيا تدين له بالطاعة عبد الملك الحوثي أيضا جاء من الحدود الشمالية للدولة اليمنية بمليشيا تدين له بالطاعة كلاهما كان بيجهز جيش لمحاربة الدولة المركزية في الأطراف هناك في منطقة حدودية نائية هذاك في صعدة وهذاك في الشام وكلاهما رفع مطالب زائفة في معركة مع الشرعية معاوية رفع قميص عثمان والمطالبة بدم عثمان لأنه قريبة عبد الملك الحوثي رفع قميص الزيادات السعرية في المشتقات النفطية ومحاربة الفساد وليس الهدف دخول صنعاء كما كان يقول وكلاهما حمل مشروعا سياسيا ملكيا مناهض للمشروع الجمهوري كانت دولة الخلفاء الراشدين جمهورية دولة جمهورية الحاكم فيها يختاره الناس في المسجد وفي الشارع ويمروا على البيوت يسألوهم إذا موافقين على فلان ولا لا ثم جاء معاوية بن أبي سفيان وحولها إلى ملكية وراثية الحوثي كذلك جاء على دولة يمنية ديمقراطية مدنيا انتهينا منها في مؤتمر الحوار الوطني وأرد اختطفها وأرد تحويلها إلى ملكية السلالية بعد أن كانت جمهورية ديمقراطية ومثل ما مارس معاوية خدعة التحكيم تحكيم المصاحف المشهورة مع جيش علي يمارس الحوثي خدعة الهدنة والاتفاقات المرحلية التي ينقض بعدها على ما يريد كلهم بمارسوا نفس الخدع كلهم مدرسة معاوية بن أبي سفيان والشرعية يعني الحوثي هو النسخة القادرة من معاوية والشرعية هي النسخة الفاشلة من جيش علي الشرعية اليمنية طبعا نحن لا نستعيد التاريخ كما يفعل العباد التاريخ وإنما نسقط هذا التاريخ على الواقع الآن ليكون شاهدا على أن الإنسان يكرر نفسه دائما باستمرار وكما يقول المثل الفرنسي كلما تغير الإنسان ظل على ما هو عليه السعودية وشكيكتها في الفجور السياسي دولة الإمارات عملتها منذ اللحظة الأولى من ثورة فبراير عام 2011 عملتها على تفكيك اليمن وإعادة تركيبه وفق نظام مختلف هو نظام الفوضى الدائمة صنعوا لليمن مسامير مسمومة لعشرات السنين صنعوا مراء حرب وصنعوا انقلابين ومكنوا الانقلاب في الشمال والانقلاب في الجنوب وعطلوا الشرعية وأوهموا اليمنيين أنهم يحاربون الحوثي وإيران بينما الحقيقة التي يعرفها الجميع هي أنهم كانوا يحاربون اليمن فقط بأدوات كثيرة من ضمنها الحوثي الحوثي نفسه وجماعاته الارتزاك في الجنوب كلهم أدوات للسعودية خلقتهم علشان توجد ذريعة للتدمير السعودية ترى اليمن نفسها تهديدا وأكثر شيء تخافه السعودية في اليمن ليس الحوثي ولا الإصلاح ولا أي قوة سياسية يمنية وإنما الديمقراطية هذا البعض على الخطير اللي بيرعبها السعودية أسقطت كل الجمهوريات العربية بجوارها في الجزيرة العربية أسقطت كل الجمهوريات في الجزيرة العربية لصالح إيران أسقطت العراق بالتعاون مع أمريكا طبعا وسهلت الأمريكا أسقطت سوريا إلى حد ما أسقطت اليمن واللبنان أسقطت كل هذه الدول في جيب إيران فعلت ذلك بحقد البدوي على خصمه وبعقل المستبد الذي يخشى الديمقراطية أكثر مما يخشى الكهنوت والاستبداد طبعا هي أسقطت سوريا كان بإمكان سوريا أن تكون للشعب السوري لكنها حاولت إسقاط النظام وفي نفس الوقت عدم استلام الجبهة الجبهة الثورة للأمور في سوريا يعني سوت لهم مشكلة فقط يعني خلقت لهم فوضى وراحت ما يجري في اليمن اليوم يجري وفق إرادة غربية وإقليمية وليس في اليمن الآن أي قوة حقيقية قادرة على مواجهة هذه المؤامرة الخروج من هذا المضيق يحتاج لمعجزة حقيقية معجزة تجمع اليمنيين على كلمة سواء وما فيش كلمة سواء غير دولة ديمقراطية التحادية تحترم الجميع لا يوجد حل آخر غير هذا الحلول الأخرى هي إما ملكية كهنوتية في صنعاء أو قروية انفصالية في عدن أو ديكتاتورية عسكرية مركزية في الساحل الغربي وكلها تعيد أصباب الصراع كما كانت اليمنيون الذين يعتقدون بأنهم يحاربون السعودية وهم في صف المشروع الحوثي أو المناطقي أو العفاشي هؤلاء في الحقيقة يحاربون مع السعودية لا ضدها لأنهم يحققون رغبة السعودية تماما الشقيقة الكبرى وشقيقتها العقرب يريدان يمنا تحكمه المشاريع الخاصة لا مشروع اليمن الجامع للجميع وكل من يعمل مع مشروع خاص فهو يعمل ضد بلده ولصالح الشقيقة الكبرى بالأمس خلقوا انكلاب ثاني في الجنوب ورعوا نصف انكلاب في الساحل الغربي وعلى طريقة الذي يقتل الكتيل ويمشي في جنازته رعوا اتفاقا غامضا بين الانكلاب الثاني الذي دعموا في الجنوب وبين الحكومة الشرعية التي يزعمون أنهم يدعمونها اتفاق يسمح للسعودية بممارسة الوصاية المطلقة على اليمن اتفاق الرياضة هذا الأخير كما يقول اليمنيون نسخة أخرى من اتفاق السلم والشراكة الذي وقع عليه الحوثيون ثم ذهبوا يستولون على الدولة في الشمال يعني التاريخ يعيد نفسها وكأن السعودية وشكيقتها العقرب تريدان تكرار المأساة نفسها في الجنوب سلموا مقدرات الدولة في الشمال للحوثي ومقدرتها في الجنوب للانفصال وحاصروا الكتلة اليمنية الحارجة التي كان من المتوقع أن تكف في وجه مخططاتهم حاصرواها بالحوثي أطلقوا عليها الكلب الحوثي علشان يحصرها في الزاوية هذه في الهضبة وتعز هذه هي المنطقة الحارجة الهضبة وتعز حاصرواها طوقوها بالحوثي علشان يتفرغوا لتكسيم اليمن وخلق قوة جديدة تضمن عدم استقرار على المطر الطويل سببوا لليمن شلل كامل المسامير السامة التي غرزتها السعودية في ظهره في ظهر اليمن جعلته مشلولا وهي مسامر يمنية للأسف الشديد يمنية خالصة ليس للسعودية فيها إلا التوظيف اليمنيون يكررون مأساة أجدادهم القديمة التي جعلتهم أحاديثة ومزكتهم كل ممزك كما قال القرآن الكريم النظر إلى النطاق المحلي والإقليمي للأحداث يبعث على اليأس والإحباط لكن مع ذلك لا يزال هناك خيوط أمل يعني تشبخ الخيوط التي يهتدي بها السالكون في الكهوف المظلمة أنا شخصيا لم أفقد الأمل بعد وما زلت أرى خيوطا عديدة في الظلام الدامس منها من هذه الخيوط أن السعودية التي عبثت ببناء طوال 50 سنة ماضية أصبحت هذه الدولة آيلا للسقوط أكثر من أي وقت مضى وسيكون سقوط النظام السعودي مدويا وعظيما بحجم أخطائه وجرائمه في حق العرب عامة وفي حق اليمنيين على وجه الخصوص ومن خيوط الأمل اعتقادي أن المشروع الإمامي في اليمن ولد لكي يموت إلى الأبد هذا مشروع لا تقبله الفطرة السليمة ولن تقبله الأكثرية اليمنية لن تقبله الأكثرية اليمنية وليس في إمكان السعودية أو غيرها إغلاق باب النظال لإسقاط المشروع الحوثي وهم طبعاً حيوقعوا معاً اتفاقات ويحموا فيما بعد السعودية ستوقع مع الحوثي اتفاقات على المطمئ من التوسط وتحميه وتمنع أي ثورة عليه نحن ندرك ذلك وننتظر ذلك لكن هذا لن تنال وأمريكا أيضاً أمريكا التي تطلب الاستقرار تحت سلطة ديكتاتورية كما قال فعلة السياسة الأمريكية هنيرك سينجر بعد ثورة يناير المصرية قال أن الولايات المتحدة ستضطر إلى الاختيار بين الديمقراطية والاستقرار يعني أنها ستختار الاستقرار والاستقرار هنا كلمة ماكرة يعني بها الاستبداد إذا كانت الديمقراطية ستزعجنا وتزعج إسرائيل لا سنختار الاستبداد كذلك الأمر في اليمن عندهم هذا نوع من التلاعب بالألفاظ معروف عندهم المقابل للديمقراطية هو الاستبداد كان المفروض يقول بين الاستبداد أو الديمقراطية لكنه قال بين الاستقرار أو الديمقراطية وهذا ما فهمه الفيلسوف الأمريكي تشوميسكي بوضوح إنما علك على كلام كسينجر بالقول كلام كسينجر يعني قال يجب أن نتذكر بأن الاستقرار كلمة مشفرة باردة لأن الاستقرار هنا لا يعني الاستقرار وإنما الانصياع لهيمنة الولايات المتحدة الأمريكية هكذا قال تشوميسكي وهو بيعلق على زميلها اليهودي كلاهما يهودي وكلاهما أمريكي أردت القول أن اليمنيين لن يقبلوا بمشروع الإمامة مهما طال الوقت ومن ثم لن يوفروا لأمريكا الاستقرار الذي تطلبه في المنطقة ستظل بذور الحرب مدفونة تحت التربة تهدد المنطقة برمتها اليمنيون لن يستكينوا للحوثي على المستوى الدولي هناك تحول في موازين القوى الدولية تحول حقيقي لن يسمح للنظام السعودي بالجلوس على العرش مطمئن كما كان في الماضي هناك قوى إقليمية صاعدة مثل تركيا وقوى دولية كبيرة صعدت مثل الصين والهند وهناك تحول آخر مهم لا نليه نحن العرب اهتماما كافيا هو تحرر دول أمريكا اللاتينية من الوصايا الأمريكية ونمو بعض هذه الدول مثل المكسيك مثل البرازيل نموا اقتصاديا وسياسيا كل هذه التحولات تضغط على سياسات أعضاء النظام الدولي الكديم وعلى خدامهم في المنطقة الإقليمية اللي عندنا باتجاه أحد خيارين إما إعطاء شعوب المنطقة حقهم الحقوقهما السياسية لضمان الاستقرار الحقيقي وهذا طبعا مستبعد وإما ترك الأمور تسير باتجاه الأسوأ الأسوأ الذي سيجرف الجميع بما فيه مملكة الخداع هذه ومملكة الزيف ويبدو أن مصير النظام السعودي ومعه النظام الأماراتي مرتبط بمصير إسرائيل وهم يدركون ذلك هناك وعي كامل لتصاحب القرار الخليجي بهذه المسألة إسرائيل فيما يبدو للمتأمل العارف تعيش سنواتها الأخيرة طبعا هذا كلام مرفوض بالنسبة عند الناس كثيرة بيقول لك أن إسرائيل تعيش أزهى أيامها لكن احنا بنكلهم لو تأملنا بشكل فاحص بنكتشف أنها تعيش أيامها الأخيرة وأفضل المتأملين العارفين هم الفلاسفة على شكلة الفيلسوف اليهود الحر نعوم تشوميسكي هذا الرجل يعتقد أن إسرائيل كتبت على نفسها الزوال عندما قررت أن تبني استراتيجيتها على مبدأ التوسع لا على مبدأ الأمن كما يقول تعالوا نستمع إلى تشوميسكي في بداية سبعينيات إسرائيل اتخذت قرارا كان لديها إمكانية اتخاذ القرار إنها فضلت التوسع على الأمن قرار يحمل في طياته عواقب وخيمة عواقب كانت واضحة آنذاك كتبت هذا كآخرين غيري تفضيل والتوسع على الأمن سيؤدي إلى الانحطاط الداخلي والغضب والمعارضة والعزلة والدمار الشامل دعم هذه السياسات يعني أن الولايات المتحدة تساهم في التهديدات التي تواجهها إسرائيل طبعا كلام تشوميسكي قد يبدو لبعض المشاهدين بلا معنى يعني إيش تزول إسرائيل لأنها تبنت مبدأ التوسع على حساب مبدأ الأمن لكن الحقيقة هذا هو الفرق بين رؤية الشخص العادي للأمور ورؤية الفيلسوف الشخص العادي لا يرى الموت إلا في صورته الأخيرة عندما يسقط الميت ويصبح مسجع أما الطبيب المختص أو الفيلسوف فيراكب حركة الموت البطيئة في الجسم قبل أن تحدث الصورة الأخيرة ويتنبأ بنتائج هذا الفعل أو ذاك وكبار مفكرين الاستراتيجيين نحن العرب على الأقل يعني أمثال جمال حمدان وعبد الوهاب المسيري وغيرهم متفكون على أن مصير إسرائيل هو الزوال بمنطق العلم يعني لا بمنطق الأمنيات وزوال إسرائيل يعني زوال الهيمنة الغربية هذا هو المهم زوال الهيمنة الغربية على المنطقة هذا هو الأهم في الموضوع لما نتكلم عن زوال إسرائيل بنتكلم عن زوال الهيمنة الأمريكية وخروج المنطقة من تحت الوصاية هذه يعني خيوط أمل موجودة أخيرا من خيوط الأمل استمرار الروح الثورية في المنطقة العربية حتى هذه اللحظة على الرغم من أن الشعوب العربية قد رأت بعينيها كيف تم التنكيل بالموجة السابقة من ثورات الربيع العربي شافوا كيف تم التنكيل بنا في اليمن وفي ليبيا وفي سوريا وفي مصر وهذا يعني أنه كان على الشعوب أن تسقط لكنها بالرغم من ذلك واصلت نسختها الخاصة من الثورة ولم تعبه بمصير الشعوب التي سلفت والجميل في الموجة الجديدة التي شهدها العراق ولبنان أنها موجة ضد الطائفية والفساد معا وهذا يعني أن مشاريع الطائفية أكثر عمرا مما كنا نتوقع في المنطقة العربية الشيعة في العراق ثاروا على إيران وعلى عملائها المحليين هذه خطوة عظيمة في الرمزية حتى لو لم تحكك أهدافها المباشرة وستستمر المنطقة في الغليان حتى تنال حقوقها الطبيعية في الحياة الكريمة وموجة وغرى موجة إلى أن نصل والعالم الذي نعيشه الذي نعيشه لا يعطي الناس شيئا بدون تضحيات العالم ليس جمعية خيرية تعطي بدون حساب يعني خلاصة القول أن الأقدار حتى اليوم لم تغلق ملف المنطقة بعد ما زال الملف مفتوحا على أحداث كبيرة لا نعرف شكلها لكننا نعرف توافعها على الأقل وبالنسبة لنا نحن في اليمن يخيل إلي أحيانا أننا نحن اليمنيين نتعرض العقوبات إلهية تشبه تلك العقوبات التي أنزلها الله على بني إسرائيل وآل فرعون لكثرة ما في مجتمعنا من أمراض ثقافية واختلالات في ثقافتنا الاجتماعية في أخلاقنا بشكل عام بالمعنى الشامل العميق لكلمة أخلاق هناك اختلالات خطيرة في مجتمعنا اليمني لابد من مراجعتها لكني أعود وأقول لنفسي ما زال هناك لدينا فئة من اليمنيين تقاوم وترفض فئة فيها خير كثير ووجود هذه الفئة يؤجل على الأقل مسيرة الفناء والاستبدال والتكسيم وصدق الله حين يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير انتهت حلقة اليوم نلقاكم في الأسبوع القادم في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة